كثير من الأهالي بيلجؤون إلى الضرب والتوبيخ اللفظي للأطفال الذين يعانون من فرط حركة شهدت الانتباه بنية إصلاحهم وضبط سلوكهم لكن في الحقيقة هذا يعد بالنسبة لنا إذا جسدي قد يؤثر كثير في سلوك الطفل وفي نفسيته كذلك الإذاء العاطفي هم أكثر عرضة كذلك للإذاء العاطفي المقارنة بينهم بين أقرانهم التلفظ عليهم التوبيخ المستمر النقد المستمر معايرتهم أو إطلاق بعض المسميات عليهم بسبب سلوكهم المزعج يعد بالنسبة لنا إذا لفظي قد يؤثر بشكل سلوي جدا على الطفل كذلك أحب أن أشير إلى أن الإذاء الجنسي في الأطفال ذوي الفرط الحركة تشتت الانتباه يعد أكثر عرضة من الأطفال غيرهم السبب في ذلك الأطفال يعانون من تشتت انتباه يعانون من عدم تركيز من تهور قد يجعلهم أكثر عرضة في التعرض للتحرشات الجنسية فأنصح الأهالي أن يبدأوا في تدريب أطفالهم على حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية وأن يكون هناك خط تواصل بين الأهل وبين الطفل لتأكد أن الطفل لا يتعرض لأي نوع من هذه الأنواع المزعجة والتي قد تسبب أعراض نفسية وخيمة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر